يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلاص كم ساعة يعني احنا نتكلم في يوم بكرة ان شاء الله لو اعتبار النهار ده الخميس فالجمع بإذن الله في السابق في الخميسة بتوقيت الكاهرة مواجهة قوية جدا تجمع المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي في دولة الكويت وبإذن الله تبقى مواجهة مشرفة مواجهة شكلها حلو مواجهة شكلها محترمة انا قلت من اسبوع من يوم السابت اللي فات قلت هكرر الكلام ده كل يوم عشان يعني ايه نشارك بعض الموضوع ونبدأ نتذكر هذا الامر جيدا لما تلعب مع منتخب البلجيكا اللي هو المصنف الثاني عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة القدم الآن انت بتلعب المواجهة دي لأهداف واضحة ايه هي الأهداف الواضحة دي؟ احتكاك قوي بمنافس قوي جدا مباراة ودية أشبه بالرسمية فيبقى فيها شوية ندية مش بس مجرد مباراة ودية بالجيكا بتواجهنا وهي آخر مباراة ودية هتلعبها قبل ما تخش مباشرة على كاس العالم فهتلعب بمنتغى القوة ومنتغى التركيز وهتحط الشكل النهائي اللي هتلعب به في كاس العالم منتخب متمرس وقدامه مدرب جديد هو فيتوريا منتخب مصر منتخب مصر المفروض يطلع بالمواجهة دي وهو كاسبان أمور كسيرة أهمها احتكاك محترم واحتكاك قوي جدا بمنتخب زي المنتخب البلجيكي ليه قلت كل المقدمة دي؟ حضرتك مش المفروض تستنى النتيجة آه زي ما أنا قلت كده في المقدمة دلوقتي انه يا سلام لو كسبنا يا سلام حلو بس بالمناسبة يعني لو كسبنا تبقى للظروف والإمكانيات مش المفروض تكسب المنطق يعني يقول ان انت مش مفروض تكسب البلجيكي اللي تكسب ده المنطق على الورق يعني طيب عملنا المفاجأة وكسبنا برضو ما يخدعناش الفوز الفوز لو كسبنا يعني ما يخدعناش يعني مش معنا احنا كسبنا البلجيكي فاحنا الوقت في أحسر أحوالنا وهتولنا بقى هتولنا ببرازيل وفرنسا اللعبهم دلوقتي هتولنا السنغال تاني اللعبها دلوقتي لأ لسه بنمني ولسه بنشتغل ولسه المدرب بيحط أفكاره وارد انك تكسب يعني بمفاجأة وارد انك تكسب بأداء محترم وارد كل حاجة واردة بس الطبيعي زي ما قلت لك انك تخسر طيب لو خسرت ولا حاجة ولا حاجة ولا أكن حصل أي حاجة احنا بنجرب احنا بنحتك احتكاك محترم بمنتخب كبير ولا حاجة طيب لو خسرت بنتيجة كبيرة عادي عادي بس المهم ينظهر بشكل مش مهلهل يعني بشكل ايه محترم فاهم يعني مش طبيعي انت ممكن تلعب بشكل محترم مع بيجيكا وتكسبك بنتيجة كبيرة النهاردة المنتخب الاماراتي الشقيق خسر بمنتهى السهولة من المنتخب الارجنتيني 5-0 ونتيجة طبيعية ومنطقية عادي عادي بس المنتخب الاماراتي أكيد استفاد أكيد انت بتلعب قدام ليونين ميسي وبتلعب قدام مرتنيز وبتلعب قدام ديماريا ديماريا جاب جول حلو أول النهاردة كمان في الخماسية دي فانت بتلعب وكوريا كبان جاب هدف فانت بتلعب قدام منتخب محترم جدا ومنتخب كبير جدا فانت مش محتاج يعني تستنى أمور كثيرة وصعبة وانك تحقق الإنجاز وفوزنا على بيجيكا يعني ماشي فوز خسرنا من بيجيكا الحق واحنا خسرنا أربعة ولا خمسة مرضو عادي أنا بسبق ليه بالكلمتين دول عشان عادة ما حدش بيقولك كلمتين دول إلا لما بيحصل الحدث سواء كسمنا أو خسرنا يقولك لا لا احنا كسمنا ماشي ده تمام وفرحة المصريين والكلام اللطيف العظيم ده خسرنا يا ده كرسة والتحاد الكورة والمنتخب وفيتوريا ده حكوا علينا فيتوريا وجهاز مش عارف إيه ولا حاجة ولا حاجة نستمتع بس بالمباراة حاجة كده من ريحة كاس العالم خلوه صحيح مش موجودين في كاس العالم نلعب مع منتخب كبير من المنتخبات اللي هتلعب في كاس العالم حاجة من ريحيتها يعني بس بهدوق تبقى الأمور ماشية بسيطة مش هطول عليكم عشان قلت الكلام دوت أكتر من مرة فمش هعيزة زود فيه أكتر منك